أكد دكتور شيخاند بن خليفة الخليفة نائب ورئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي أكد أن مبادرتين إعلان مملكة البحرين وإطلاق مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي يعزز من مكانة شعب البحرين كسفراء للتسامح الديني والتعايش السلمي للعالم مستعرضا بذلك أبرز ملامح تاريخ التعايش والتنوع الديني والمذهبي في البحرين والمنطلقات التاريخية ومساهمات حكام الخليفة والشعب والتي مهدت لكافة الإنجازات الحضارية التي تعيشها المملكة اليوم في تلك المجالات وقال في محاضرته التي نظمتها جمعية هذه البحرين بالتعاون مع مركز عيسى الثقافي بمشاركة نحو 300 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية إن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدة وميثاق العمل الوطني قد أكد على كفالة الدولة للحرية الدينية والشخصية وحرية التعبير والمساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات كدعمات أساسية لاستقرار المجتمع وأضاف أن عاهلة البلاد المفدة دعم التسامح الديني والسلمي من خلال العديد من المبادرات منذ عام 2001 حتى وقتنا الحالي مؤكدا أن مبادرة إنشاء مركز الملك حمد العالمي تجعل من البحرين مركزا عالميا رئيسا للاجتماعات والحوارات والمؤتمرات الهمة والمتعلقة بتحقيق السلام والوئام بين جميع الأديان من جهة والقضاء على الإرهاب والتطرف خاصة بين الشباب من جهة أخرى في الواقع طبعا البحرين تتميز بتاريخ عريق وتعايش سلمي منذ القدم فنريد أن نصل إلى الجيل الجديد هذا هو الجيل المستقبل نريد أن نصل إليهم أن أجدادهم في الحقيقة أباءهم وأجدادهم ومجتمعهم بشكل عام تاريخه في الحقيقة هو تاريخ التسامح الديني هو تاريخ التعايش السلمي في مجتمع في الحقيقة منفتح على العالم الخارجي ونعتقد بأن طبعا مبادرة هذه هي البحرين الآن انتقلت مرحلة أخرى وهي مرحلة تركيز على الشباب للمستقبل فهؤلاء في الحقيقة هم الذين سوف يكونون سفراء للبحرين في الخارج وفي الداخل أيضا الآن بعد أن حققنا في البحرين طبعا نجاحات على المستوى الدولي بعد اللوس عنجلس طبعا بلا شك أننا الآن نركز على نواحي أخرى من التوعية ومن نشر هذا الفكر فكر جلالة الملك